اشتركوا في القناة اليوم مع رئيسي الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كان مهما جدا وإيجابيا يعكس عمق علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين الجزائر ونيكاراكوا علاقات التعاون بين البلدين جد مثمرة ونأمل مواصلة تعزيزها من خلال تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بين الجزائر ونيكاراكوا وبين بلدين علاقات صداقة وأخوة متينة نرغب بتوسيعها لتشمل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتبادلات التجارية والتعاون الدولي وكذا تبادل التحليلات والرؤى إزاء القضايا الدولية الراهنة التي تهم بل بينه أنا هنا باسم الرئيس أورتيغا لأنقل رسالة منه إلى الرئيس تبون ونرجو أن يقبل السيد الرئيس دعوة لزيارة نيكاراكوا وفق الظروف التي تسمح بذلك وبدوري سأنقل للرئيس أورتيغا دعوة الرئيس تبون لزيارة جمهورية الجزائر الشقيقة الديمقراطية الشعبية أنا ممتن كثيرا لحفاوة الاستقبال ولأواصل العلاقة الطيبة والأخوة التي أبداها السيد الرئيس عبد المجيد تبون شكرا جزيلا